فوجئ عدد كبير من اللي سقون السيارات على طريق الرين بيشة بثقب في كفرات سياراتهم فعل مسامير زراعها مجهول في الطريق هذا الأمر سبب في تعطل الحركة المرورية على الطريق وأظهر مقطع فيديو السيارات الصغيرة وأيضا الشاحنات الكبيرة وهي متوقفة على جانب الطريق حتى يتم تنظيف من المسامير المزروعة فيه من قبل المجهولين ونتج عن هذا تضرر عدد من إطارات السيارات وتعطل الحركة وخشي بعض السائقين من السير أيضا على الطريق وأثار المقطع غضب المتابعين مؤكدين أن الفاعل غير طبيعي ومطالبين بالبحث عنه وعقابه على مسببه من أضرار أي أخوي تركي طعيم المتحدث الرسمي لوزارة النقل حيك ألا أخوي تركي هلا وسهلا أخوي عدد الله حيك يا مرحبين باقي زعلان علي ولا راضي؟ لا يا أخوي أبد ولا نزعل أبد طيب هذا الطريق فيه مشكلة أنتو أتصور جاتكم الأخبار هذي وأظن سويتوا بهذا الخصوص سويتوا لكم شي إيش اللي جاكم عن هذا الطريق؟ وإيش التقارير اللي رفعت لكم عن هذا الطريق؟ وإيش الإجراء اللي أنتو بتسوونه؟ طيب بالبداية طبعا أول شي يعني أشكر المواطنين يعني اللي تفاعلوا مع هالحادي اللي صارت ووجود هالحادي اللي على الطريق طبعا حنا مثلنا مثل الأقعد الله وغيره من المشاهدين اللي شافوا المقطع الفيديو أنا بس يعني ودي بس أنبه على نقطة ثانية اللي هي أنه وزارة النقد ديها وسائل اتصال رقم تسعة ثلاثة ثمانية هذا رقم مركز الاتصال موحد بإمكان أي شخص يبلغ عن أي تسعة ثلاثة ثمانية نعم حطوها الشباب وتطبيق طرق يخدم برضو نفس الشيء وفيه طبعا يعني النظام التطبيق يدعم الآيو اس والأندرويد التطبيق بإمكانه أنه يحدد المواطن أو المبلغ اللوكيشن أو المكان التحديد يعني في دقة عالية بحيث أنه البلاغ يأخذ دقائق فقط إلى أن يوصل إلى الفرق المشرفة على الطريق طبعا هم من يوم ما شاهدنا الفيديو بلغنا الإخوان في فريق الصيانة الموجودة على الطريق ومباشرة اطلعوا يعني اطلعوا في الصباح اليوم الثاني لأن بعد ما انتشرت هي كانت يوم الجمعة انتشرت فيوم الصباح كانوا موجودين ونظفوا الأكتاف كان عليها مسامير واجد المواطنيين ما يحصلوا جزاهم الله خير وكل من كان يمروا في الطريق أنه يعني فعلا يعني واجبهم يعني أقدر أقولي أن التلاشة بين المسامير اللي كانت فيه صحيح ممر حركة السيارة تركي تصدق أنا أنا أقولك شيء يعني يمكن الناس يلوموني عليه يخ ما تحس أنه واحد بين شريحاتها ومحطها قدام والله شف يعني هو صحيح صحيح أنه يعني ما أعتقد أنه يعني يعني فعليا ما نقدر نتهم أحد أو نقدر يعني نشكك في أحد هو صحيح أنه قريب من قرية نمير تابع المركز مثلا بس ما في محطات تقول قريبة مثلا ولا والله أحط زراعها علشان يبي الناس حتى الكمية اللي هو حاطة مثلا والله يبي يقدر يعني يخدم مع الكم الهائل من السيارات طيب لشوف شبكة الطرق في المملكة والله يتعجب يعني يعني ما هي بسيطة تتكلم أنت على قارة مغطيتها شبكة طرق كبيرة جدا وأنت جهدكم دائم كبير جدا في الصيانة يعني لما ينتهي المشروع هذا تكون الصيانة دائما بحيث الطريق هذا يحافظ عليه بشكل أكبر أنا شكر لك أخوي تركي يعطيكم العافية الوزارة بوجه جديد قاعدة تسوي شغل مرة يفتح النفس فشكرا لكم وقواكم الله عبد الله يعطيك العافية في شيء ممكن تضيف أخوي عبد الله أخوي عبد الله يبدون يبدون راح أول شيء الحمد لله على سلامتك عبد الله القمشة مدير مكتب صحيفة عكاظ في بيشة يكلمنا وهو طالع من المستشفى فالحمد لله على سلامته ونشكر على هذه الغيرة على منطقته يعطيه العافية شكرا لكم